هذه الأنقاذ شاهدة على ميزرة ارتكبها جيش الاحتلال بحق عائلة فلسطينية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة سيدة وأطفالها الأربعة صاروخ إسرائيلي باغت نومهم المؤقت ليتحول في لحظة لنوم أبدي هي واحدة من سلسلة طويلة للجرائم التي ترتكب بشكل يومي ضد المدنيين في القطاع الذي يتعرض لحرب واسعة نحن كنا قاعدين نيمين يعني نيمين أنا فارشت هناك في الصالون من تحت وهنا أهلي في الغرف اللي تحت هناك وهنا در عمي نيمين هنا خمس تنفار هم مرت عمي ولادها فجأة صارت فالخمسة اللي هنا مرت عمي ولادها كلهم اتقفى والله يرحمهم يعني ماتوا كلهم ما ضليش ولا واحد فيهم عايش تقولوا لي هذه عيش عملا معظم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة منذ اليوم الأول للحرب الأطفال يكون أبرز ضحاياها حرب استشهد خلالها سبعة عشر ألف طفل من أصل واحد وأربعين ألف شهيد ما يعني أن الاحتلال يضع أطفال غزة في دائرة استهدافاته منذ بدء هذا العدوان دي احتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين ويستهدف بشكل خاص الأطفال من خلال هذه المجازر التي ترتكب واستهداف عائلات بأكملها هناك منازل أسقطت على من فيها عائلات بأكملها تم مسح من السجل المدني من خلال هذه الاستهدافات التي يقوم بالاحتلال مع استمرار سياسة القتل للمدنيين يسلك جيش الاحتلال أيضا طريق التدمير في حي الزيتون شرق مدينة غزة وكذلك مدينة الزهراء وبلدة المغراق وسط القطاع وفي أقصى الجنوب أيضا مدينة رفح يواصل جيش الاحتلال عمليات أسفل لمربعات سكنية كاملة عبر تفخي تلك المساكن وتفجيرها لكل جريمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة تفاصيلها القاسية ففي كل مرة الضحايا يكون من الأبرياء خاصة الأطفال الذين هم أبرز المستهدفين في هذه الحرب التي قتلت براءتهم مازن عبد الكريم تلفزون سلطنة عمان قطاع غزة